تفشل في فرض رؤيتها في سوتي على المعارضة السورية فتنتقم من المدنيين السوريين هكذا تقدم روسيا نفسها لمتابعي الشأن السوري فإما أن يقبل الجميع بما يريده الكريملل من تسوية مجحفة لحقوق الشعب السوري وإما تستعيد موسكو صورتها التي يعرفها السوريون جيدا فترتكب المجازر ضد المدنيين غير عابئة بأطفال أو نساء أو مرضى الروس بحسب مصادر المعارضة السورية خرقوا كل اتفاقات التهديئة في الغوطة الشرقية وفي إدلب شمال غربي سوريا بعد استئنافهم مهمة القتل وارتكاب المجازر الجماعية ضد السوريين في مدينة حرستا التي تشهد منذ أيام معارك طاحن بين المعارضة وقوات النظام التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات بدت القوات الروسية وكأنها تنتقم لخسائر النظام أولا والاستهدف قاعدتها العسكرية في حميميم قبل أيام ناهيكا عن فشلها السياسي في سوتي فوصلت طائراتها مشاركة طائرات النظام انتهاج سياسة الأرض المحروقة في الغوطة الشرقية لدمشق بهدف فك حصار المعارضة لأكثر من 300 من قوات النظام بينهم ضباط داخل مبنى إدارة المركبات العسكرية الله أكبر الله أكبر وفي ريف إدلب تواصل قوات النظام محاولاتها تقدم باتجاه مطار أبو ظهور الواقعي على الحدود الإدارية بين إدلب وحلب حيث سيطرت على عدد من القرى في معارك بدت في نظر مراقبين استنزافاً لمسلحي هيئة تحرير الشام تمهيداً للقضاء عليها فيما بعد واستدعم روسي وصمت إقليمي كما بدت المعارك الأخيرة كمحاولة من قبل النظام لإضعاف فصائل المعارضة بما يسهل عملية فرض الشروط الروسية عليها والقبول بالصيغة الروسية للتسوية في مؤتمر سوتي نهاية الشهر الحالي الأمر الذي يرجح معه استمرار الغارات السورية والروسية وتصاعدها مع اقتراب موعد المؤتمر فهل ينجح الروس في فرض أجندتهم عبر سياسة الدم والنار؟